الحملة العسكرية لقوات النظام وحلفائها على الجنوب السوري بدأت ترسم ملامح المرحلة المقبلة وعنوانها العريض الوجود الايراني في سوريا مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون اكد ان الاطاحة بنظام الاسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لواشنطن وان الاولوية هي طرد الميليشيات الايرانية من سوريا بالتنسيق مع الروس بحسب وسائل اعلامية بولتون كشف استعداد الرئيس الامريكي دونالد ترامب لطلب مساعدة موسكو في تقليص الوجود العسكري الايراني خلال لقائه مع فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الجاري التصريحات الامريكية جاءت مطابقة لردة الفعل الاسرائيلي الساعية لحماية حدودها على حد قولها من الخطر الايراني حيث ارسلت جيش الاسرائيلي تعزيزات عسكرية لهضبة الجولان في ضوء التطورات الحاصلة جنوب سوريا بحسب بيان للجيش الاسرائيلي وزارة الدفاع الاسرائيلي قالت ان وزير الدفاع الاسرائيلي افكدور ليبرمان اجتمع مع نظيره الروسي سيرجي شويغو لبحث المستجدات في سوريا ومناقشة محاولات ايران تعزيز وجودها في البلاد ويبدو ان النظام غير رأى بهم بالمخاوف الغربية من ميليشيات ايران اذ فاقت اعدادها الثلاثة وعشرين فصيلا جميعها تابعة لايران وثقت بالاسم حزب الله ارسل ايضا الى درعا فرقة الرضوان والتي وصفها معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى بانها من قوات النخبة التابعة للحزب الازمة الانسانية لاهالي درعا ربما لا تأخذ في حسبان احد من الدول المعنية والتي تتوجس من التواجد الايراني المتزايد في الجنوب دون ان تظهر اي تحرك عسكري تجاههم